في عالم داود عبدالسيد المكان وتصويره والمناظر اللي فيه علامة مسجلة طبعا السيد داود بيعمل دايما في الأماكن بحس انها برضو الأماكن مختلفة يعني أماكن معزولة أماكن مفصولة عن واقع اجتماعي مثلا زي في سرق الفرح اللي هو المكان زي في المؤطمة سيكتاجين في جبل مفصولة عن رسائل البحر وخدرات غير عادية مكان خارج اسكندرية يعني بحس ان هو بيحط المكان كده كأنه مكان أوسع من انه هو المكان الاجتماعي هو مش مكان اجتماعي وارد خوف كمان طبعا يعني دا أوسح فيه مكان غير اجتماعي يعني مش المكان اللي فيه ناس بقى كتيره وبتاعه يعني لا مكان زي الحارف مثلا نجيب محفوظة مكان له خصوصية والخروج منه فيه مشكلة ما فانا بحس دايما المكان اللي هو حس كده رمض شوي بيصنع عالم جوه الفرح طبعا وطبعا العظيم أونسي أبو سيف كان رفيق له أكيد يعني برضو بحاس برضو من ضمن النجاح الرحلة ان أستاذ أونسي طبعا معاه وخصوصا طبعا في الكيت كات والصعليق ازاي بانوا الديكورات دي كان نفسها لك مش مكر كان يتم ده إلا فيه نوع تفاهم وكان دايما أن أستاذ أونسي يكلمني برضو في حواري معاه نقول أن داود عنده تصور المكان مهم فده كان بيساعد الأستاذ أونسي في تخليق المكان ما يكونش فيه مشاكل كبيرة أو تعرض ما بينهم يعني الحقيقة كتابك يا أستاذ علاء هو يعني يؤدي غرضين بخلاف المتعة الغرض الأول للي ما شافش أفلام داود عبد السيد أنه هيقدر قيمتها ويعرف أن الراجل ده مش بيحطش لتسينما كده ويرميه في دار العرض ده حد بيفكر وبعمك وبيحس وبيفلس في الأشياء واللي تفرج على أفلام داود عبد السيد هيرجع يشوفها بمنظور تاني أكثر عمقا ويراجع حاجات كتيرة كانت عجبته ومش فاهم هي عجبته ليه الحاجة الثالثة والمهمة أنه هو إعلاء لقيمة الفنانين الحقيين لزي داود عبد السيد يعني لازم لما يبقى عندنا قامات زي دي يبقى فيه كتب كتيرة رصينة زي كتاب لحدك عملته أتمنى طبعا والله يعني حيث يعني هي كده برضو فيه مخرجين مهمين يعني أنا بحس أن الفكرة الارتباطة للكتابة السينماية دلوقتي يعني اللي أنا بقى رأى يعني أو اللي شايفه يعني حاس أنها بس يعني أكتر مرتبطة بالتغطيات الصحفية يعني ما فيهاش فكرة التركيب والاستمرار ولا النبونة يعني ما فيهش فكرة النقد بشكل ما يعني أي أن كان كلمة النقد يعني مش معه النقد الدرامي حاجة والنقد الفني المتعمق حاجة تاني ده هي يعني يعني ممكن دايما احتمال يكون أحيانا محتاج لدراسة أو محتاج لثقافة يعني وحاجة كمان عدم استسهال يعني كان ببساطة على فكرة ممكن تقول كلمتين إنما بس هي السقافة هي اللي بتعمل عدم استسهال يعني يعني تعمل تعمق وتعمل رغبة في القرية يعني طبعا مش بقول واحد على الكتاب ده بس الكتاب ده أخذ بالنسبة لي يعني دي مجموعة حوارات عملتها عبر كم سنة؟ عشرين سنة تقريب حاجة وعشرين سنة آه طبعا جمعت كل الحوارات دي واشتغلت عليها تاني طبعا بجانب المقالات وبجانب الكتابات اللي كنت بعملها عنه يعني برضو دي أخذت وقت تاريق يعني أنا بتيجت نية الكتاب بشكل فعلي من 2016 وانتهى 2023 بس مش معنا كده أن التماثين بشتغل فيه مفهوم بس الرايح جاي عليه يعني مفهوم يعني دايما في حاجة أن أنا بكبر والفكرة بتنضج معايا وإحساسي بأن أهمية أن الكتاب ده ينزل دي دايما كانت حاجة بالطرد يعني اشترك في بقات واتشة الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش وبقات سنوية بتبدأ من 150 جنيه